موسيقى موسيقى اهلا بكو في حلقة جديدة من برنامتكو انا وضوحة معاكو ضوحة نجاح ومعايا زميلي بتقديم الحلقة النهاردة واستاذ نجاح رادون امزاك راز النجاح اهلا بكو في حلقة دكتور علي ضوحي رئيس الادارة المركزية لشؤون قطاع المتاحف الفنية والاثرية وخبير كشف تنزيل الاثر ازايك دكتور علي اهلا بكو في حلقة مشاهدين مشرفنا انوضف الحلقة مشرفنا دكتور علي مشرف لي يا فنس والله انا عاد اسأل سؤال هو الحالي الموجود تمام هل اصرت كرورة بالفعل على القطاع السياحي وعلى الناتج السياحي خصوصا في حال معظم الدول الاجنبية اللي بتجي تعمل سياحي عندنا قفت مطاراتها ولا ما زالت شغالها لا هي طبعا اصرت بشكل كبير لكن احنا كمصر عندنا بداية كويسة للامور وبالنسبة لقطاع السياحة المناطي الاثرية والمتاحف ففي اقبال شديد من المصريين نفسهم عليه فبدأنا نعمل سياحة داخلية وروات كبير جدا وعندنا ارقام كبيرة الفترات اللي فاتت يعني وده نتيجة لان الوزارة بدأت تسعى انها تعمل وعي كبير للناس الفترات اللي فاتت يعني وده ملحوظة هل تعمل كتيبات للمواطن المصري لمعرفة اماكن السياحة بتاعتهم في بلدهم اعتقد ان ده معمودل وبشكل واسع دلوقتي لان احنا بنهتم قوي بان المصريين نفسهم يعرفوا تاريخهم وحضرتهم ويحققوا فعلا الانتماء للبلد في الفترات اللي جايه لا سلم علش انا هقصد ايه برشورات ايوه او موقع على النت والسيشا ميديا اه طبعا اللي انا عارف ان في الحتة دي فيه متحف ده موجود حضرتك والوزارة ديها موقع والمتاحف نفسها بيتعمل لها صفحات وابقى فيه تواصل مباشر كمان مع الجمهور ورسالة المتاحف كمان دلوقتي ما بقتش مجرد ان احنا بنحفظ فيها مقتنيات بس لا ده فيه تفاعل مع البيئة المحيطة بيها والجمهور اللي ممكن يزورها وانشطة كتير مختلفة يعني بمناسبة المتاحف الجديدة اللي اتعاملت قريب هو المتحف المصري الكبير ده من اضخم المتاحف في العالم ده حقيقة وموعد افتتاحه عمل ضجة كبيرة الفترة اللي فاتت فكنا عايزين نعرف موعد افتتاحه هيبقى امتى بالضبط قاعاته ومقتنياته هيبقى عبارة عن ايه بالضبط؟ هو طبعا نتحف هيضم كبير جدا من المقتنات الاثرية يعني قد يصل لخمسين الف قطع اثرية من البريهيستري من مقابل التاريخ لغاية نهاية العصر الماني الروماني وقاعاته هتنقسم ما بين الفترات التاريخية اللي نتكلم عنها دي الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة العصر المتأخر الماني وانا الروماني بشكل اساسي في المقتنات الخاصة بتتعانخ امون هتبقى حاجات من المصدر اللي موجودة عندنا الجرانب التماثيل الكبيرة جدا اللي موجودة في المتحف تم نقل فيها التماثيل من القصر واصوان في المتحف الكبير اللي هي التماثيل يا مناخها حضرتك تم نقل القصار المتحف ده بشكل كبير جدا من اماكن مختلفة مش من القصر من القصوان بس انا كنت بس اسأل حضرتك مقتنياته هل هي من اماكن اخرى ولا تم اكتشافها جديد ولا يوم الاتنين مع بعض اشوف حضرتك اولا هو كان فيه ضمن سناريو العرض المتحفي بتايعه مقتنيات موجودة في المخازن المتحفية والمخازن الاثرية ناتج البعثات والحفاير ومؤخرا طبعا نظرا ليه ان الوزارة بفضل ربنا اولا ثم فريق العمل اه بخدد الدكتور مصطفى وزيري الامنان مجزء الاثار بعثات مصرية خالصة اكتشفت قطع اثرية في سقارة وتون الجبل واماكن كتير متفرقة بكم كبير لأ وكمان نوعيات مختلفة ما ظهرتش قبل كثيرا فده بيتم تدعيم طبعا كل المتحف بشكل عام كل متحف المصري الكبير بشكل فاصل طيب كنا نتكلم عن حلم الصراء السريع بالنسبة للناس اللي دايما بتنقبوا عن الاثار وبتحاول تبحث عنها تحت البيت بقى في بيت جاري في الدوار اللي جنبي وكلهم بيحلموا ان هم يبيعوا المقطع اللي هيلاقوها عشان يبقوا اغنى ناس في الكوكب فازاي الوزارة بتعامل مع الحاجات دي بس انا عايزة اضيف حاجة بس اه انا قاسف قبل السؤال الاحبار لا تفضل ده يهميني انا شخصية انا تمام هل المتحف المصري الكبير تم تدشين له حملة عالمية عالمية كاملة وانت عارف طبعا هيوبة في وفود عالمية كتيرة فهل تم ليه تدشين حملة اعلانية كاملة للتنفيذ لهذا اللي يفتاح انه ممكن يبقى 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 يفتاح مش افتاح عادي لا ده افتتاح سياحي وحدث العالم كله لا ما اصدش حضرتك ما اصدش ان الوفود رسمية بس لا تعدر لا طبعا ده كمان الافتتاح هي شعبية من كذا دولة حضرتك وهيستمر الايام طويلة موضوع الافتتاح مش هيبقى مجرد يوم وخلاص علشان يبقى فيه اكبر قدر من الناس تقدر تزور المتحف في الاحتفالية بتاعة الافتتاح بتاعه فطبعا ما يعني اتعمل حسابه بشكل كبير وبشكل اساسي خاصة ان احنا كنا هنفتتحه الفترة اللي فاتت وتم اه بتأجيل اه فاحنا يعني اجهزين ان شاء الله اللي اتكتاح يعني في خلال فترة بسيطة انا قاسم معلش يعني بالنسبة للترويج السياح ليه هل تم او هيكون فيه ديسكون من خلال وزارة الطيران من خلال وزارة السياحة من اسلوب الترويج ليه عشان تشد الناس تجذبه نومات ويه تدخل شو حضرتك على عقل الفترة دي حضرتك الموضوع ده تم وبالتنصيق مع كل الجهات المتخصصة في الموضوع ده وشركات التسويق السياحي وده بيتم بشكل اساسي مش في افتاح المتحف في مصر الكبير بس لا في كل المتاحف والزيارات اللي موجودة لكن في المتحف في مصر الكبير الموضوع ده اخد اهتمام كبير جدا انا اصد ده حدث جلل يعني فعايز اهتمام اكبر احنا عشان كده الموضوع تم تأجيله علشان يتم بالشكل الامثل وفي الوقت الانسب لفتتاح المتحف في مصر الكبير كحدث كل الدنيا منتظرات بالزبط احنا مش بنخب حاجة على اي حد المسألة اه بالزبط يعني بقى فيه دلوقتي الموضوع ده بقى الكونس بتاع وزارة الاثار ازاي من الناس كلها هتعرف احنا بنشتغل في ايه وبنكتشف ايه وازاي يعني نرجع لحضارتنا مرة تاني ده مهمة واساسي نرجع بقى للسؤال التاني اقول له حقيقة تاني حلم الصراع السريع بالناسبة للناس اللي بتبحث واتنقب عن الاثار في المحيط اللي حواليها سواء كان فين بالزبط او هما بيبقى في تنخهم اللي هما عايزين يغتنوا باكبر قدر ممكن فمش هيبلغوا على اللي هما بيلقوه فازاي الوزارة بتتعامل مع الموضوع ده ازاي بتقدر تكشفه وفي نفس الوقت تحاول تسترجع الحاجات دي والليه مش بتحاول تلاقي حلول بحيث الناس تبلغ عن الموضوع ده بنفسها طيب يعني خليني اقول لحضرتك الموضوع ده عم الموضوعات المهمة جدا اللي لازم الناس يبقى عندها فكرة كويسة اه ان هو كده بيلعب في اثاره وحضرته والتاريخ والموضوع ده مهمة النهاردة حلم الطرق السريع خلا الناس تحفر تحت بيوتها ويقابلوا بعض تحت البيت دي حاجة انفاء اه انفاء ده حقيقي والله انا اذكر ان انا نزلت قضية مرة في انا كان حافر خلصة وجران متخنقين مع بعض اتقابلوا تحت البيت وكان حصل بينهم مشارك ده اتقابلوا في انيا بيت بقى ولا عند الصور الفكرة بس ان هم بيبحثوا عن ان هم يلاقوا حاجة والارقام الفلكية اللي الناس بتتكلم عنها هم مش هيفرق معهم من التاريخ مش فارق معهم ده ان هم فارق معاه يبقى هو غاني بأي حال من الاحوال وده خلى كتير جدا من النصابين يجدوا ارض خصبة اشتغلوا فيها في تازوير الاسار طبعا ازاي يقولوا كده طالما الطمع موجود فالنصاب بخير هم بيلعبوا على الحتة دي ويبدأ بقى يجي لحضرتك ويقولك ان تحت البيت بتاعك فيه حاجات ما يفعش ان هي تخرج قال لنا ان يجي شيخ والشيخ يجيب لحضرتك بخور ويبقى فيه زيبق ويبقى فيه بيوت كتير جدا لا بس قبل ما خد في التجربة في سابتك الحديث بتاع ساعتك انا عدت اتكلم على حاجة انا متابع فيديوهات خارجية كسير اللي بيلقى عبارة عن زهرية ماناش قيمة بس بالنسبة له ملاك اثارية بيبلغ بمعادة الوزارة الى صار عندنا وبتيجي تحفر معا بيلاها بياخد مكافئات رهيبة ليه بقى حضرتك مالش انا بعتبر نفسي تلايتي الشيه ده بريته في ارض الله زي ما بيقولوا لا في ارض ما هي الفتاوى ذات البلاوة دي اللي هي خلية الناس دكتور علي مالش لو الوزارة فعلا بيشجعني من نفس القيمة بتاعت العصر المادية طبعا بتقدر وهي لا تقدر بمال لو باخد واحد في المية من قيمة العصر انا مش عايز اخد عصر بلدي بسلمه والواحد في المية ده بيغنيني لكن الوزارة ما بيديش مكافئات مين قال لحضرتك كده كمس تلاف جنيه اولا هو الموضوع مش موضوع الكمس تلاف جنيه بس انما الفكرة كمان في ان التقديرات اللي الناس بتقولها النهاردة والملايين اللي الناس بتتكلم فيها الكلام ده مش حقيقي ليه اقوله حضرتك ليه احنا النهاردة بقت الاسواق العالمية متاحة وحضرتك تقدر تطور على اي صالة من صالة المزادات زي ساسبي او كريسبي او ايها وتقدر تعرف قيمة القطع دي ماديا زي ما هم مقادرين طبعا بالنسبة لنا نتقدر بتمن بكام مافيش الارقام اللي موجودة في السوق واللي الناس بتحلم بيها واللي النصابين روجوا ليها علشان الناس تبدأ تعمل حفر خلصة وتطلع منتج ويبدأوا يشتغلوا عليها طب مافيش الارقام بالملايين اللي الناس بتتكلم فيها واللي الناس بتحلم بيها دي علشان حضرتك تقول لي انا هاخد القيمة بتاعتي من الدولة زي ما هي موجودة في الاسعار اللي احنا نسمعها لا مش ممكن طبعا فالكلام ده مش ممكن لكن انا بقولك القيمة انت بتعددها كوزارة هي الفكرة في حسهم انه هما يبلغوا بس كتبوا كافة بالمقابل هما بيحلموا بانه هما يبقوا اغنية ومش لاقي ياكل انا مش هديله حضرتك المقابل اللي هو بيحلم دي لا طبعا انا ما هي الفكرة فكرة رمزية اي بالضبط والرمزية دي موجودة على شقاطر احنا نقدر نحافظ على مقدرات بلدنا واللي منها الاثار واللي هي مش ملك الافراد العاديين انا ما هي ملك للدولة واللي بتنظم طريقة الحصول عليها باشكال وقنوات شرعية فهو حصل عليها منين بالضبط ده الموضوع هي الموضوع في حاجة احنا فاهمين وجهة نظرك بس احنا نحن وصل لك فكرة نظرهم ان هما بيعملوا كده بسبب ان هو لا هو مش فارق هو عدراتي عايز يأكل فعيد فلوس فانا ليه ما اديها للدولة مش تديني قدامها حاجة لما ممكن هو ده السؤال انا اختني وسوأ لحالي انا عايزة بقى اغنى دي الفكرة هيغتاني ازاي حضرتك هم بيفكروا كده احنا عايزين نرد عليهم عشان نقنحهم ما هو حضرتك الرد عليهم مش في ان انا اديله مقابل بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه اه انما الرد عليهم ان دي حاجة مخالفة للقانون زيها زي اي حاجة تانية القانون بيخضعها لاجراءات معينة اللي بيخلفها وبيجرامها اللي بيخلفها لازم نعاقب بالزبط ده الموضوع عشان كده احنا يعني بقى فيه التكفيف للمنابع وبدأت الحفر خلصة يبقى جناية بعد ما كان جنحة لان تكفيف المنابع الاصلية اللي هي الحفر خلصة ده الاساس اللي الناس بتجيب منه بيتعاقب عليها بايه وعلى حسب حضرتك العقوبات لانها وصلت لجناية ممكن تصل لارقام كبيرة او احنا احنا عندنا مثلا بعض القضايا لاتنين دهو ده بقى فيها غرامات وفيها سجن وفي ناس اخذت احكام مجمعة وصلت ليه اتنين واربعين سنة احكام مجمعة لانه حفر خلصة وقام بالاثجار غير مشروع في الاثار وحاجات تانية من هذا القبيل وهرب اثار خارج البلاد وهكذا فالموضوع النهاردة كمان يعني بدأ يرقع لان هو يبقى من امن الدولة الامن الداخلي للدولة انك تحافظ ده امن القومي حضرتك انا انا مع الامن القومي ومع انا اتراس بلدي ومع اتراس مصر كلها لكن انا مو بس مثلا في وربا لو تلاقيت في عرضي مزرعتي بيل بيترول ما انا بقولش بيل بيترول مش اعمل بيل بيترول ببلغ ان تيجي بزارة بيترول وبيديني ذلك مقابل المكافأة وهنا في مصر هنا في مصر ما فيش حد يكتشف عرضي بيترول بختلاف الثقافات انا بختلاف انا بجيب الحتة دي وصادر الحتة دي انا عايز رحبتك ان هم بره بيتجروا عندهم الاتجار في الاثار مشروع في بعض البلاد اه 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 القطع عنده هناك لها قيمة مادية اه هو بيقدرها بالقيمة المادية بتاعتك اه اه انا هنا انا هنا في مصر ما اقدرش احط قيم مادية بقيمة بقيمة الاثاري اولا مملوكة للدولة مش مملوكة للافراد سالين هي لا تقدر بمال لانها تراث انساني في الاساس طيب بيبقى ان حضاريك خبير اه كشف تزوير وحضاريك اه رئيس لجنة المبوضات اه اخرى لتطورات تاعت قضية تطالية والاثار اللي ضبطت بالخارج ازاي تم استرجاحها ازاي تم اكتشافها اصلا هي خرجت بره او هيا كان مراقبا من الاول ولا لا والله حضرتك هو الموضوع ما كانش مراقب من الاول لكن فور اكتشافه الوزارة عملت غرفة عمليات عندنا وشكلت لجنة وكانت برئاسة السال استاذ دكتور الامين عام المجلس على اثار وسافر بنفسه على طول في خلال يومين تقريبا وشاف الاثار الموجودة هناك بنفسه وتم التعامل على الموضوع ورجعت فورا اه رجعت فورا اه ان كانت فيها خرجة في طارد دبلوماسي ويتمسجت في ايطاليا وتم التعامل القصة دي باحترافية شديدة جدا وادرت الجهات الرقبية عندنا بمنتهى الاحترافية تصل لكل الازرع اللي موجودة اللي كانت بتتعامل القصة في مصر وادرت ان هي كمان تصل لبعض الناس هنا في مصر ودخلنا البيوت بتاعتهم وجبنا كمان المقتناءات اللي موجودة عندهم وتم مصادرتها لصالح المجلس اعلى الاثار داخل الفلل داخل الفلل واخدوا احكام كبيرة يعني حد منهم اخد تلاتين سنة سجد للأسف طب هل الموضوع ده بيتكرر الفترة الاخيرة ولا مجرد نوادر كده لان الموضوع بقى مضبوط اكتر وباحكام اكتر او حضرتك يعني طالما احنا احكامنا الرقابة ووضعنا القانون وبدأنا ننفذ القانون ده الفترات اللي فاتت على اي حد في هذه الفكرة ان في خلال الفترة فاتت قانون حماية الاثار بيتطبع لأي حد يخلفه ما بقاش فيه بقى يعني حد ينفع نطبع عليه وحد لقى وقضيت ايطاليا يعني خير شاهد وخير دليل على كده كان فيها اسماء كبيرة وناس كبيرة وتم التعامل معهم ويتحكم عليهم باحكام كبيرة فالفكرة هنا ان احنا بدأنا نغلص العقوبات في قانون حماية الاثار ونرتقي بقى من ان هي جنحة انها تبقى جناية كمان عندنا ادارات متخصصة النهاردة في وزارة الاثار بدأوا يعملوا ادارة للمضبوطات الاثارية دي متخصصة في معاينة المضبوطات عندي ادارة للمنافذ عملنا خطوط دفاع كتير جدا علشان نحفظ على التراث بتاعنا المضبوطات داخل البلد فيما يتعلق بقى بالميابات والمحاكم والجهات الرقابية داخل البلد عندي حاجة اسمها المنافذ الاثارية ادارة مهمة جدا موجودة على كل المنافذ برية او جوية او بحرية اي حاجة خارجة وبيشتبه فيها لا في لجنة قريبية موجودة 24 ساعة تبدأ تعمل عن معاينة وتستوقف القاطعة دي عشان متفرقش برا حتى لو خرجت عملنا حاجة اسمها الاثار مسترد هي موجودة من فترة طويلة لكن يعني تم دعمها بشكل كبير او خلال السنوات اللي فاتت وتفعيلها واشرف ان انا يعني عملت فيها شغل كتير يعني في كتير من اللي جان وفيها فريق عمل محترم تم استرداد كتير جدا من الاثار يعني حتى لو احنا خرجت من النيابة وخرجت من المينة وسفرت برا لا احنا من 2013 لغاية النهاردة تم استرداد كم كبير جدا من الاثار وقطعة مهمة جدا وقطعة نبرة جدا النهاردة بيعملوا حسابنا ورا طب معلش حسابنا كخبرة يعني دلوقتي بيلجأوا لينا في حاجات كتير جدنا جميعا نحنا نتعاوم معهم فيها دوني ماشي ازاي هالمعظم الدول سواء أوروبية أو أوروبية فيه اتباعات بينها وبين مصر لحماية والسردات للأثار المصرية دي حاجة سؤال جميل جدا في الاساس احنا عندنا اتفاقية اليونسكو 70 اللي احنا موقعين عليها اللي هي حظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية بشكل عام واللي منها الأثار ودي موقع عليها بعض الدول وبعض الدول لا خلال الفترة اللي فاتت خلال السنوات اللي فاتت بدأنا نعمل كمان اتفاقيات صنائية مع الدول اللي هي مش موقعها معنا على المتفاقية وبدأنا كمان سوق من أكبر الأسواق اللي بتتجر في الأثار الأسواق الأمريكي لا احنا النهاردة بقى فيه اتفاقية بيننا وبينهم وبدأنا نعمل ورش عدم علشان نصل بقى للحد من الاتجار غير المشروع في الأثار تمام والحاجات اللي بتروح لهم دي دول الترانزيت كمان بدأنا نسعى على دول الترانزيت الأثار بتخرج من هنا بتروح بلد معينة وبعدين بتطلع على بلد تانية وهكذا بدأنا بقى نعمل تتبع تتبع بدأنا ما احنا بيتفاجئ ان القطع دي بقت في المكان الفلاني لأن النهاردة بدأنا نعرف هي خط سير القطع دي راح فين وجيب مين تمام وبدأ المكان الأول لغاية فترة قريبة كانوا بيقولوننا اسبتوا ان القطع دي بتاعتكم حاجة عجيبة تثبيت ازاي بقى هو الشريعة من بلده هو في تصوره ان القطع دي طالما هي مش مسجلعة دي تبقى مش بتاعتي احنا للأسف عندنا حاجة كتيرة مؤمورة تحت الترامة مش مسجلعة لسه بالظبط هحفر خلصة بمصدر من مصادر الاساسية لكن كل ما اكتشف سجلة بالظبط كده وخاصة الفترة اللي فاتت الفكرة دلوقتي فانا بقوله حضرتك قولي منتج على مستوى العالم زي دا زي ده السمات الفنية بتاعته سمات الحضارية بتاعته والأسس التاريخية بتاعته كلها مصر كلها بتنتمINE من الحضارة المصرية فانت على أي أساس بتقولي كده لا حضرتك بقى أثبتلي ان هي بقى هيا بتاعتي خلاص انا دلوقتي خلاص أثبت لي ان هي بتاعتي من غير wereق مم نظرة للسمات الفنية والصفات التاريخية بالزبط لكن حضرتك كسبت لي أنها خرجت بطريقة شرعية لأنني عندي لغاية اتفاقية لونسكو سبعين أنا كان فيه إتجار في الأثار والقوانين بدأت تنظم من 1835 لغاية النهاردة بتتابع وبدأت تعلى شوية بشوية لغاية لما وصلنا للمنتج اللي احنا فيه دلوقتي الحد من الإتجار بالأثار حضرتك كسبت لي أنها خرجت بطريقة شرعية أو بتاعتك وحن أثبتنا لوقت مش عادة يتكلم فيه هي مش بتاعته حضاريا إنما أنا كان عندي فترة كان فيها إتجار في الأثار وكان الناس بتشتري وبتاخد أختام من المتحف المصري بورق رسمي وكده لغاية فترة تاريخية محددة لكن النهاردة دات منع خلاص هو ده السؤال المفروض أني لا ليه هل القطاع الخاص له الحق في عمل معارضة وقامة معارضة دولية لحساب الوزارة الأثار والله إحنا دلوقتي ساعينا وعملنا تجربة مع القطاع الخاص إنه هنعمل ده داخليا نحن نعمل ده داخليا أنا كنت أسأل على حاجة كاملية برضو لسؤال إنه هل الوزارة المصرية بتتم تواصل مع المتحف الخارجية زي اللوفر إن هي تعرض الموطنات بتاعتنا برا عندهم وترجحها تاني ولا كله داخلي بس ولا عايز يجي يشوف هنا لأنه أريدي في حاجات مصرية وبرعونية لا دي وسيلة من وسائل الترويج اللي هي المعارضة الخارجية وعملنا تجربة نكحة كتير الفترة اللي فاتت زي توت عامون في أمريكا وفي لندن وفي أماكن كتير جدا الفكرة دي فكرة ترويجية بشكل أساسي واللي مش قادر إنه هو يجي النهاردة فإحنا بنروح له الغغاية عنده بزرطة فيبدأ بقى يشوف قصرنا ويشوف الحضارة المصرية عاملة إزاي ويبدأ يفكر إنه هو يجي مصر فده بشكل أساسي موجود ومتاح ده ده تعملات دول الاتفاعات دول أبتكلم كالقطاع خاص بالنسبة للقطاع الخاص يعني إحنا دلوقتي ده عشى خطر الملكية الفكرية أصيل لوزارة الأثار لأنها صاحبة المنتج الأصلي ده بيتعامل من خلال وزارة الأثار بس بالتنسيق معاه هي ممكن شركة معارض شركة معارض هتعمل اتفاق وبرضه أنا ما باتعملش مع أفراد أو أشخاص شركة كيان إنما كيان هيتعامل مع جامعة زي هالدر بيرج هيبدأ بقى الاتفاق ما بين مؤسسات مش ما بين أشخاص لكن ممكن القطاع الخاص يدخل يعمل التمويل للموضوع ده ويشرف عليه أسبونسر أسبونسر المعرض نفسه ليه المعرض طيب نطلع في الواصل ونرجع نكامل كله موسيقى 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 فلازم بقى فيه متطلبات من القضايا لحينا بنت سبع سنين من على السكينة كده على المقبرة يعني الشيخ أوهمهم من هم علشان المقبرة دي موسيقى 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 كلفهم بيها ولا بمجرد معرفه بمجرد معرفه خلاص مجرد العكاس ما هو خلاص لما تبين لهم انه هو مات الموضوع بالنسبة لهم انتهى وكل واحد كان مكلف بحاجة بطل يعملها فهل الجن اللي ربنا سبحانه وتعالى يسخروا لسيرنا سليمان بالأمر يسيب الأمر ده لما يمس سيرنا سليمان ويلتزموا بأوامرهم مع أي حد تاني أي أن كان الحد ده سواء كان من المصر القديم من ألاف السنين فالكلام ده كلام أولا شرعا غير مقبول عقليا برضو غير مقبول لكن حلم الصراء السريع هو اللي نخلي الناس تقتنع قوي بكلام الناس اللي هم مش يخدونه وناس كتير حضرتك المهاردة كانوا من الأغنياء والأثياء فقدوا كتير جدا من مظاهر الغنى والثراء اللي عندهم بسبب القصة دي لأنه بيجري وراها وبيصرف كتير جدا بيبقاش عندهم معي منطقي طب معنا مكلمة هلو؟ هلو؟ معكم مؤنس عمر يا فنسسس اتفضل يا سيد عمر اتفضل لو شعرتك تعيزة أتخل الدكتور العلي إزاي سرق ما بين الأثر الأصل من الأثر المزور تمام إزاي أعرفت الأصل وإزاي أعرفتها مزور وهل متاح للناس النهج مشارك في حبة نقل المميوات من المتحف لمتحف الحضارة الفصار وحضرتك الأول يعني بالنسبة للسؤال الأوليني حضرتك هتبقى متخصص في كشف التزوير يعني هتشتغل معنا ولا هتعمل إيه عشان أبقى عارفين أجاوبك إيجابة لا والله مش يعني كده ده فيه يعني كده فيديو بيبقى على السوشال ميديا تعيز بس أبقى عارف لأصل أقل يعني إزاي أعرفت الأثر بقى بتاع بلدي وأصلي وكده من باب النهوة بتاع بلدك فأنت عايز تحفظ على الحضارة بقى والتراث وكده مش حاجة تاني يعني طيب أنا هتجاوب حضرتك يعني إيجابة مش متخصصة قوي لكن بشكل أساسي المصر القديم ما استخدمش مواد مخلقة أبدا وهو بيشتغل في المقتنات بتاعته يعني كان بيستخدم المواد الطبيعية الأحجار الأخشاب المعادل ده اللي كان بيستخدمه في مصر قديم إنما النهاردة معظم الحاجات اللي موجودة في السوق اللي احنا مسميها للربلكة أو المستنسخات مصنوعة من مواد مخلقة جيبس وأسمنت وبوليستر ومشابة دي نقطة نقطة مهمة جدا إن المصر القديم لما كان بيشتغل كان بيشتغل بمعتقد هو لما بيعمل التمثال هو عنده معتقد فيه مش شرط بالنسبة له ياخد فيه يوم اتنين تلاتة لا أنا بعمل التمثال حقيق الشخصية كانت موجودة في العهد التاعي وكمان هو بيعمله كوسيلة من وسائل الأمان اللي تخليه يعود للحياة الأخرى بشكل كامل وبشكل كويس يقدر يخليه يستمر في الحياة دي فإنما النهاردة اللي بيعمل الحاجات دي بيعملها علشان الاتجار علشان يكسب منها كتير فتبقى السمات الفنية مش مزبوطة تبقى صفات التشرحية فيها مشاكل فمحتاج حضرتك علشان تقدر تصل لده تعرف يعني إيه سمات فنية يعني إيه صفات الشرحية تبدأ تقسم العصور التاريخية بكل وصر ديها ديها سمات ديها سمات في الرسمة والنحط والحاجات دي بالضبط وعندنا عناصر احنا حتى بنسميها عناصر التاريخ أنا إم تقول النمس على سبيل المثال ده بتاع الملك الفلاني أو ملك مختلف أو الأسرة دي مسألة مهمة والمصري كان بيحب الفن جدا وكان منتج للفن للفن المسألة بالنسبة له هو مش دارس المسألة بشكل فني كبير لكنه هو بيقديه وبينفزه بمنتهى الدقة والإتقان علشان كده عشان تبقى خبير كشف تزوير انت لازم تدخل جوه دقائق العمل الفني ده حتى في اللوحات الفنية كان بيؤرخ التاريخ على اللوح ده حقيق كان بيؤرخ التاريخ الخطوط الرئيسية للفنان أنا بقدر أعرف من الخطوط الرئيسية مين اللي عمل اللوحة في اللوحة بتاعته صحيح عهد ده حقيق والفن علاقته بالمصر قديم علاقة جوهرية جدا أنا ريت كتير عن فرانة ماليش والسعيد اللي أنا العصلي يا بتجي على الفرعوني طب معانا مكالمة قبل ما نكمل تفضلي ألو أسماء ألو ألو زيكي أسماء ألو ألو سمعيني أه طيب اتفضلي محتاجة تسألي إيه أه هو هلأ لما أسماء معاليش يفيني التلفزيون عشان نسمعك لما أتبقى لو أتبح واحد واحتفظت حد بار هل أتبقى اللي حقيقين منين يا أسماء منين يا أسماء تسألة على تلقائي تسألة تلقائي جدا تسألة في الصميم يعني منين يا أسماء من محافظة إيه الجيزة الجيزة محافظة الجيزة تمام مش يا أسماء شكرا نجاوبك على شوية خليلي كوناتك يا رب فضل جاوب على سويني هي نفس الفكرة حضرتك إنه هو هو إيه أنا نفس الفكرة إن النصابين واللي بيسموا نفسهم مشايخ للأسف بيوهموا الناس البسطاء جدا إنه هو علشان يصق للكزة بتاعه لازم يبقى فيه دم لا إنت أنا حس في المغزة دكتور علي نتباحه أولاده طبيعي كده يعني طبيعي ممكن نتباحه عشان العثر فكرة إن البني آدم نفسه وبعيدا عنه عايز بأسراء سريع أو عايز يوصل لأي حاجة هو عايزها إن أنا أتبح بني آدم حي يعيش وتعايش معايا عشان أخذ أثر إيه ده الموضوع بقى فيه جبروت آه ده حقيقي أنا عايز أقول له حضراتك يعني بمناسبة الكلام ده إنه إحنا قبل 2011 كان مجرم الأثار اللي هو بيتعامل يعني على الأثار كان مجرم نسميه لرج نسميه جنتل نسميه كده بشر فكان بيتعامل على الأثار كأثار إنما النهاردة إحنا من بعد 2011 جرام الأثار بقت مرتبطة بسلاح مرتبطة بمخدرات مرتبطة بضعارة مرتبطة ببعض مرتبطة بغسل أموال حاجات كثيرة جدا النهاردة بقيت على هامش الأثار ولذلك إحنا الأول كانت بتبقى القضية إداري جنحة لكن بالله القضية بدأ بجناية على خوف لأنها معها حاجات تانية الجناية نفس البشريات ومرتبطة بطريقة مش طبعية في الأسف في الأسف إن أنا تجرأت حتى في فكري إن أنا أفكر إن أنا أضح بني آدم علشان أخذ فلوس يعني ليه؟ هو معتقد إن هو مش أخذ مي جنيه حتى لو ملايين بس أتى النفس هو معتقد إن هو أخذ مريار وثلاثة أربعة أنا الموضوع ده غير منطقي بالمرة بالنسبة الموضوع خارج نطاق المنطق أصلا نهاية هقول لحضراتك على واقع لحد من المشاهير في الدلتا ورجل من الأثرياء جدا مجموعة من الشباب قالوا إحنا هزين نأجر عندك مزرعة أجروا المزرعة دي المدة سنة قبل انتهاء السنة أكلموا إحنا لقينا حفرة في الأرض فمش عارفين نتصرف إزاي فجي شاف الحفرة حد منهم قالوا أنا أحسس إن الموضوع ده فيه كنز وفيه كبير وفيه 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 بدأ يتكلم عن كده أنا عندي واحد شيخ هاتو فبدأ يجيب الشيخ وبدأ يقول له إحنا لو حفرنا بعد متر هنلاقي كذا لو حفرنا بعد ثلاثة متر منه هنلاقي كذا والشباب بدأوا طبعا هم كتير هم تمانية بدأوا يحفروا ويلقوا الحاجات اللي الرجل ده قال عليها ومع كل حاجة هم بيلقوها الرجل ده بيفقد جزء من المنطق ومن العقل بتاعه طبعا ويبدأ يتعامل مع الموضوع بشكل مختلف تماما في حلم الرفاهية بقى قلبه وعقله بقى جوه الحفرة اللي هم دخلين هدي وبعد ما عمل كل الكلام ده وبدأ ينزل ويشوف هو لقى فيه خيارات كتير جدا والشيخ ده يقول له العيال دي انت حضرتك هتتعامل معها يعني مين دول قريبك لا مش قريبي طب ازاي يشاركوك في كل الخير ده مش الارض دي بتاعتك رضيهم باي حاجة وصيبهم بيمشهم رضاهم بعشرة مليون جنيه رضاهم دي لانه قالوا دول هجيبونا ثلاثة مليار دولار عشرة مليون جنيه بالنسبة لثلاثة مليار دولار ولا حاجة بالزبط فدالهم العشرة مليون جنيه والعيال مشيت وفضل معاها مولانا مولانا عم مشيت عم الشيخ ايه بقى ضحى بالرجل تاعة مزرعة كانوا حطيني الحاجات قبل كده مصبخة الاولاد دول السنة اللي هما اخدوا فيها المزرعة حفروا تحت الارض وبانوا قطين من داخل بعض وعملوا جدران من الفايبر كتابات بقى هيروليفية او شبه هيروليفية وكده وبادوا يحطوا تمثيل مضروبة في الارض وهو بقى اللي اكتشف المقبرة ودخلوا فتح بنفسه فالمسألة حتى كمان ما بقيتش مع الناس اللي هما البسطاء بس لأ بكمان انت بتدفع عشرة مليون جنيه كده ما انا بتستني مليار يا دكتور علي انت محتاج ايه تاني يعني قد حق البلد عليك حقيقي الجهل نقمة نطلع فاصل نرجع تاني اشتركوا في القناة وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعنا دكتور علي ضاحي خبير تكشف رزير الاثار ورئيس الادارة المركزية لشؤون قطاع المتاحف الفنية والاثرية دكتور علي بمناسبة القطاع الخاص وان الوزارة بتاعة الاثار والسياحة دلوقتي بتتعاون معهم بشكل خاص ان هي تعمل متاحف جديدة ايه اخر المتاحف اللي اتعملت في المحافظات الموجودة وهل لقت رواج ولا لا اولا ساترازير يعني بفكر الكبير جدا الفترة اللي فاتت هو وفري العمل كله يعني بدنا نتجه للقطاع الخاص وحصل بينه وبنبعض يعني استثمار كبير عندنا نموذج محترم جدا مبحث الغداء اه اه ده مبحث مدينة في المحافظة البحر الاحمر كلها ما فيهاش اي حاجة ثقافية او مبحث اسري او كده فبدأنا ننتقل للناس هم الجسد اللي موجود هناك اللي في كتير منهم ما بينزلش الاماك الاسري لا احنا بدأنا نرطلهم هناك والتجربة كانت بالمشاركة مع احد المستثمين وكانت تجربة ناجحة جدا ولقى رواج كبير جدا وحقق ارادات كويسة قبل طبعا جائحة كورونا اللي احنا بدأتكلم عنها وان شاء الله بإذن الله يعني بعد ما الجائحة دي تخلص هيبقى فيه برضو السؤال السؤال هنا طب ممكن قبل السؤال ناخد مكالمة الو 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 تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أنا والله اسمي علي ميسوعي ايوه اتفضل يا استاذ علي اهلا وسهلا بكم والله أنا بيتكلم عن نفس الموضوع وعلينا حالين عندنا في السؤال جينا من من ايام كورونا كده بالظلط يعني تمام فترة من النوع تعد كورونا طبعا حصلوا برك على منازل الناس وعلى شوق الناس وندي ما بيقول الاستاذ المحترم اللي عندك ده تبيض اموال اي بيعوا بيوت الناس اللي باركين عليها وعلى تقول الشرطة حرف الكلام دعنا بالكلام لكن على بيوت الناس وعلى شوق الناس بيعوها تبيض اموال ومخضرات وجروح وبمعروف عنديهم وقولك يعني الراجل اللي مختلف بيقولش الشرطة بيتبقى الو الخطاتة الشرطة الخطاتة لا هو يعني طبعا الكلام ده الكلام مش منطقي انا احنا عندنا اقول لحضرتك احنا عندنا الجهات الرقابية في الدولة خلال الكام سنة اللي فاتوا المؤخرا التقنيات حتى اللي هو بيشتغلوا بيها طريق جمعهم للمعلومات لا بقت مختلفة تماما والنهاردة بقى فيه مراكز جمع المعلومات وتواصل ما بين كل الجهات الرقابية دي بدل ما كان كل واحد بيشتغل الواحد من اول بدليل كم القضايا الفساد اللي تم اكتشافها خلال الفترات اللي فاتت واسماء كبيرة ووزراء والقاب كبيرة جدا لا الموضوع ده الموضوع مش حقيقي خالص وبقى عندنا اصلاك واحدة غسل الاموال يعني دي حاجة دي حاجة لوحدها لوحدها يعني ملاش علاكم لا مش علاكم كمان وزارة الداخلية لا بجد بتشغل بجد في الايام دي والفترات اللي فاتت دي كلها في قضايا غسل الاموال في قضايا الاتجار بالنصار في قضايا الاتجار بالنصار انا كل يوم ويوميا فشوف حوالي بقى استحدثوا الاساليب بألاف القضايا اللي بتم يضبطها صراحة عندنا ما بحس الاثار اللي عندنا فيها تريق عمل بقوا بيعرفوا في الاثار مش عايز اقول اكتر مننا انما بشاكل كبير قوي وبقوا من كتر التعامل وحققوا الفترات اللي فاتت كم اضايا كبير قوي وتم القبض على كثير من الناس الاسماء الكبيرة قوي ده يوميا قضية اثار الكبرى النشرة بتاعت الوزارة الداخلية يوميا بقوا فيها قضايا اثار وغسل اموال او مخدرات مثلا ده بكتير يعني مثلا خلال اسبوع ممكن عشر خمساش عضية لا حضرتك بدوا يوفروا كمان مليارات للدولة من خلال الموضوع ده نهارده موضوع الجهاد الرقبية بقى بيحقق للدولة مصدر من مصادر الدخل بالضبط بالامور اللي هم بيكتشفوها سواء من غسل اموال او اتجار في المخدرات او القطار او حتى كشف فساد لبعض السادة الكبار اللي بيتعاملوا في الدولة من خلاله لأ النهارده الموضوع مختلف بالضبط لأ بابانا اللي اقول كلمة حق يعني سيد الرئيس مستعد ما مسك الموضوع ده او مسك الحكم تحديدا حياتك كتيرة اتضبطت في خضايا الاثار وغسل اموال والحاجات دي حضرتك سيد الرئيس يعني بيهتم بالاثار بنفسه بحقيقة وافتتح مدحف شارم الشيخ ان كان حضراتكم اتبعته في موكب مهيد وكان الافتفاح علامي بشكل كبير هو نفسه يعني كان مبسوط بان الموضوع ده اتعمل بايابة مصرية خالصة المتحف وكل المتحف اللي احنا عملناها خلال الفضل فاتت كفريق عمل براسة الدكتور مؤمن عثمان وبقيت فريق عمل يعني لأ بازر مهود كبير كده وهو بيسمن ده وزار اكتر من المتحف حتى المتحف المتحف المصري شبه اسبوعي او كل 15 يوم متابعة بشكل شخصي ده بروح شخصي غير متابعة معوزين الصهر يعيه الدولة نفسها المهاردة بكل مؤسساتها بتهتم بالموضوع ده مش ماشي على هوا افراد موينين بالعكس طب انا عزيزة بشكل كده يعني ضريف يعني مريد التقنيات الحديثة اللي وصلتها وزارة الاثار للتنقيب على الاثار هل هي احدث ما اخترع في العلم هم لا هي احدث دي لأ اه انما عايز اقول له حضرتك انا من شوية كنت بكلم عليك على ان المصر القديم لما كان بيعمل الاثار بتاعته كان بيعملها بمعتقد هم ممكن النهاردة فريق العمل اللي بيشتغل في البعثات والحفاير المصري الخالص برضو بيشتغل بمعتقد هم هو عايز يطلع منتج حقيقي بيد مصري فالتواصل ما بين احساس المصر القديم وهو بينتج هم المقتنات بتاعته واحساس المصر القديم واعتقده ومصر الجديد النهاردة ومعتقده في ان هو يصل لما انتجه احفاده هم لا ده فيه يعني مشاكل اه 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 ده تواصل نقدر بقول ان هو معناه بشكل كبير هم مش بتقنيات حديثة ولا حاجة لا بالعكس اثارية العمل بيشتغل بحاجات كتير يدوية لكن وصل لمنتجات او وصل لمنتج من القطع الاثارية والمقتنات الموجودة ما حصلتش عند كتير جدا من البعثات الاجنبية اللي موجودة ومعها احدث تقنيات يعني بيشتغل زي بقوله ايه بالامكانيات المتاحة بالامكانيات لكن روحه موجودة هو ده الموضوع ماذا؟ بتحقيق الناس اللي بيشتغلوا اولا كم ساعات العمل كبير جدا المجهود اللي بيبزلوه كبير جدا ماذا؟ للمنتج والاكتشافات الكتير اللي احنا وصلنا له خلال عشرين عشرين من اول 2018 وصلنا لك كم اكتشافها دكتور علي؟ لا كتير انا مش هديدهم كتير طب دكتور علي عشان الحلقة خلاص يعتبر فضل دقيقة على الختام ايه؟ احسن حاجة نختم بيها المشاريع المستقبلية الافتتاح المتاحة الجديدة لنتنقب عن الاثار ايه هي الخطة المستقبلية لوزارة الاثار والسياحة؟ اولا بالنسبة لوزارة الاثار احنا بنسع ان احنا نزود كمان المتاحف مش هنكتافي باللي تم افتتاحه لا احنا المعرضة بنعمل متاحف اقليمية في اماكن كتير طبعا عندي ثلاث متاحف عشان تنتجاوب قبل كل نص الحلقة مص المتاحف اللي انت بتكلم عليها يا ساتر ايه عندي ياصر محمد علي في السويس طمعين وعندي الكنيسة اليومانية ودي انتو كوزارة انضمت ديكو رسمي لان هي عصر مؤخرا ايوه مؤخرا مؤخرا فعلا انها عدة 200 سنة تماما وعندك بيت المساجيري عندنا برضو في السويس تماما قصي محمد علي ده كان يدار منه معظم التجارات ما بين مصر ما بين حض البحر الاحمر واليمن والكلام ده والسعودية والحاجات دي فعلا الكليسة اليومانية دي فيها كم من الزخارف الريومانية الرهيبة تنفع متاعش ويجدها في واحد يعني اجابة عايزين اجابة بقى هيا بجد الحلقة خلصة اجابة في الصميم قصيرة نعم الصميم احنا كوزارة اثار النهاردة بدأنا نهتم بالقصور اللي حضرتك بتتكلم عليها وبنحاول ان احنا الناس تثمرها بشكل كبير قوي ويمكن قصر البرون نموذج من النماذج اللي احنا نتكلم عليها وبنسعى ان احنا نطبق النموذج بتاع قصر البرون ده في جميع القصور اللي موجودة عندنا واللي هي ما كانش فيه اهتمام كبير بيها الفترات اللي فاتت قلت له منضمة الوزارة الاثار هيتم تفعيل الاهتمام بيها خلال الفترات اللي جاية وان شاء الله زي ما قلت مع القطاع حتى القطاع الخاص حضرتك فيه مشروع استثماري كبير جدا هيتعامل في سيناء طبعا بتوجيه من مسياد الرئيس وهيبقى فيه القطاع الخاص مستثمر معنا بشكل كبير قوي استثمار سيناء وخاصا الجنوب عندنا مش اقل من 28 نقطة تراصية ينفع ان احنا نستثمرها وفاردين فيها جدا حتى عن الوردن وعن السعودية اللي بيسحوا ان هم يعملوا مدين اتنينهم مثلا وحاجات هو للأسف الكلام خدنا جدا وقت حياتنا خالص ونوصينا النهاردة جدا في الحلقة جدا سنونا الحلقة الجاية في برنامج انا وضوحة كل يوم الثاني الساعة ثلاثة العاصر على قناة الصحة وجمال حالة موسيقى 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 اشتركوا في القناة